الله تريد أن تكتفي بولدين مش عشان حاجة مش عشان أرزاق ولا ما شابه ذلك لكن لظروف ما أو لظروف الزوج الذي يفعل هذه المعاصي لا يصلي ويشرب ولا يصلي إلى الجمعة ويصلي ويترك فهي مش عايزة تأتي بأولاد يعني يكون فيه بعد ذلك سوء تربية أو فيه مشاكل تعمل يا شيخنا هل تكتفي فعلا بالولدين أم تترك نفسها نعم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام الله ربك سبحانه وتعالى يبدل الأحوال ما بين طرفة عينين والأخرى فتدعو لزوجها بظهر الغيب ولكن أن تمنع الإنجاب من أجل أن الزوجة يعني على المعاصي فهي أنجبت منه فهي تستمر في إنجابها وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يهديه وربما يتقول أن لن أنجب الآن ثم بعد خمس ست عشر سنوات تجد صار علما في الطاعة تقول يا لا يتاني ويا لا يتاني نعم ربنا يهدينا ويهديه لكن ما تقولش يا حقيب ولا دين ولا بنتين يعني دعال الله عز وجل أن يخرج من صلبه من يوحل بعض الزوجل هذا صحيح